السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سلم هنتكلم عن الجزئية رقم 11 من شفط الرقم 2 اللي بتتكلم عن عمليات تصنيع المواد البوليمارية هنتكلم عن عمليات تصنيع المواد البوليمارية اللي هي سيرموبلاستيكس ونتكلم عن طرق تصنيع المواد السيرمو سيدي في الحقيقة يوجد العديد من الطرق المستخدمة في السيرموبلاستيك كما سنتناولها بالتفصيل هنتكلم عن الاكستروجن هنتكلم عن البلو مولدينج هنتكلم عن الانجيكشن مولدينج عن السيرموفورمينج عن الكالندرينج وعن الاسبينينج في الحقيقة الاكستروجن تعالوا نفسي بشكل عام الصورة اللي قدامنا عندي مجموعة الحركة اللي هي بتدور الاكسترودر عندي الهوبر الخزام اللي هو بيغزي المواد البوليمارية داخل المكينة عندي الضاعي عندي عملية الكولينج عندي عملية الشد اللي بتتم للمنتج وعند عملية الريموفين ازاي العملية بتتم في البداية بحط هنا المواد البوليمارية بعد كده عندي تخش داخل الاكسترودر وطبعا في عملية تسخين حوالين الاكسترودر الاكسترودر في الحقيقة بكاو من ثلاث مناطق المنطقة الاولانية بسميها فيدينج المنطقة التانية بسميها كومبريشن والمنطقة التالتة بسميها مترينج سيكشن طيب اختلاف هذه الاماكن لان انا في البداية احتاج كمية كبيرة من البوليمار تضخ بعد كده تبدأ عشان فيه تسخين يبدأ يحصل ان هذه المواد تتحول الى زي العجينة تمسك في بعضها بعد كده بزيد درجة الحرارة في المنطقة الاخيرة عشان تبدأ المادة البوليمارية تلين اكتر عشان هتخش على الضاي بعد كده بعد ما تخش على الضاي وتطلع منه على هيئة منتج تخش داخل وحدة التبريد طبعا في بداية وحدة التبريد فيه سايزنج بلادس علشان اقدر احدد الحجم اللي داخل ليه وحدة التبريد طبعا ببرد بالمية لان انا قلت هنا ان انا بسخن تمام لان المنتج طالع ساخن بعد كده بما ان المنتج طالع ساخن لو انا سبته من غير ما شده علشان يتفرد ويديني straight line product هيتقوص نتيجة درجة الحرارة فكان لازم يكون فيه عملية الايه او يكون فيه البولر بعد كده انا عاوز اطوال معينة من المنتج ده علشان كده لازم اقطع حسب الاطوال المطلوبة طريقة الاكستروجن في الحقيقة بتستخدم عشان تديني منتج فيه اطوال لحد جبير ما فيش تفاصيل يعني برضو زي التيوبز زي البايبز قدر انتجها من عملية الاكستروجن